فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود يعني لقولهم ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه نعم وهذا من رحمة الله وإظهار هذا الدين وأن يتميز ولا يختلط بالأديان السابقة لأنه دين متميز حاكم على الأديان